كشف فيلا لغويني رئيس حركة الإصلاح الوطني في لقاء نظمه بولاية عينة دفلا على الحرب التي يدبرها المخزن ضد الجزائر وبحولة إغرقها بالمخضرات التي قد تؤثر لشبابية البلاد ميكروفون بلا شفاوي هذا الاستمرار سياسة المخزن المغربي في الاستعداء الجزائريين في تصدير السموم للجزائريين في توجيه شحونات كبيرة ربما بعضها حتى بدون مقابل للتأثير على الشباب الجزائري لإغراق المجتمع الجزائري بهذا السموم فقلنا أن هذا لا يليق بحسن الجوار ولا يليق بالأخوة ولا يليق بحسن المعاملة بين بلدينا